اشتركوا في القناة عن جد كانوا تحت وهلة تحت صدمة كبيرة بعتقد هيدا دوركن حاليا هلأ حضرتكن كاختصاصية بهالمجال النفسي العيادة والمراضي استر برأيك مهم انه نحنا كأهل نضل ريئين قدام ولادنا حتى ما تأثر عليهم هالصدمة اكتر مما هي أثرت عليهم ام مسموح انه نفرج كل مشاعرنا يعني تارف نكون قدام شاشة التليفزيون هيدا نحنا اللي ما تأثرنا يعني اللي ما كنا موجودين فعلا بالمنطقة المنكوبة متما بيقولوا نعبر بغضبنا يمكن بتأثرنا صح اول سي بحب قول المشاهدي اليوم انه نحنا رح نحكي عن الطرق المختلفة كيف رح نتعامل مع الولاد يلا هنه كانوا بما كان يمكن صدمة بما كان انفجار او سمعوا او شايفوا اشي حواليون من الزيتون زعاجتون من نساعد شوية الاهل لحتى يعرفوا كيف يتصرفوا مع ولادهم نعم بالمبدأ نحنا منعرف الولاد يلا يتعرضوا لهالصدمة شايفوا كل شي حواليون سمعوا اصوات شايفوا الرعب طبع اهلهم الخوف الصاريخ يعني طبعا هنه شايفوا الحقيقة وشايفوا الواقع عيشوا وعيشوا وحسوا فيها ممكن اكتر من اي حدا انت ميلي يعني بيفهموا انفعالات اهلهم اكتر من غيرهم نعم نعم اكيدوا عم بيشوفوا اهلهم وبيفهموا الانفعالات وبيفهموا حتى لو في اشياء ما احكيناها بيفهموا ممكن من نبرد صوت الاهل من طريقتهم بالحديث معهم هلأ نحنا اللي عم نحكيه شوية هو ما بعد الصدمة متل ما منقول يعني كيف بنا هلأ نتعامل مع هالولاد بعد يوم ويومين وثلاثة لانه نحنا منعرف انه الصدمة او التروما او البلاستيور اللي هي الجرح اللي هي تفسير للتروما هي شيء بيدوم لوقت طويل عند الشخص يلي بيتعرض لإله مشان هيك نحنا بنطلب من الاهل عدة امور طي يقدروا يساعدوا ولادهم مع الوقت يعني نحنا هي مش قضية ولا يوم ولا اتنين يعني ممكن الولد يدلوا يستذكر الحدث يلي صار الاشياء اللي شايفة ويلي عيشة على مدة اشهر ونحنا هوني منا نشوف كاهل كيف بنا نتعامل معه نعم فعلى سعيد المشاعر متل ما حضرتك قلتي اذا هل نحنا منعبر عن مشاعرنا قدام ولادنا ولا منخفي مشاعرنا طبعا نحنا بنا نعبر عن مشاعرنا ولكن بطريقة شوي اذا بدك مقبولة خدينا نقول يعني طالما خلصت الصدمة اكيد بوقت الصدمة ما حدا رح يضبط نفسه لما نعم يسمعوا اصوات عم يصير انفجار طبعا بهيدا الوقت ما حدا رح يتحكم بهي حاله ولكن ما بعد الصدمة اللي هيدا اللي بديو ياخد وقت أطول نحنا منطلب من الاهل انه طبعا هني عبروا عن مشاعرهم بشكل مقبول خلينا نقول يعني ما بدنا نضلنا بوضع انفعالة مبالغ فيه او كتير نفرج الغضب الكبير دايما الانزعاج لانه الولد بها الحالة هيدا يعني ما بعد الصدمة هو رح يكون بحاجة لنحنا انه نحضن ونهتم فيه فنحنا رح نفرجي اكيد انه نحنا زعلنين يعني هيدا شي كتير طبيعي انه الولد اذا حس علينا نحنا عم نزعل او نحنا عنا شوية غضب او متضايقين او خيفانين ولكن نضلنا قادرين نسايتر على حالنا قدام الولاد لانه هني رح يشعروا بكل شي ورح يفكروا انه هالشي ابدا ما بحياته رح يخلص يعني نحنا من نجرب انه نساعد الولد انه يفهم انه هالشي صار ومرحلة وراحت طبعا اثارها رح تبقى لفترة كتير طويلة ومن هوني المهم قديش الاهل عم بيكونوا وايين لحتى يعرفوا كيف اول شي يتعاملوا مع ولدهم تاني شي اذا كان فيه اي حاجة لانه الولد كمان ياخد علاجات ان كان يعني يتابع نفسيا اكيد كتير مهم انه يتابع هيدا اكيدا بدهم متابعة نفسيا نعم هو والاهل يعني هلأ رح نحكي كمان اهلهم عم يتصرفوا بها الادوينية هنه كمانا صح عم نحكي عن عمار الولاد من وقت ما بيبلش يعرف يعبر بالكلام يعني يمكن يكون عمره ثلاث سنتين ونص سنتين وكم شهر اوقات بس هو قادر يعبر او يسأل او يسأل يمكن عن العاب ويسأل عن تخته بجمل كتير قصيرة بهالعمر بيقدروا يسألوا بجمل كتير قصيرة نحنا هون بدنا نحضر الولاد نحنا لوين راحين نحنا وين موجودين وليش هلأ رح نكون بهال مكان بالذات يمكن تعارف فيه ناس يمكن بيعيشوا بجاء عند اهلهم او عند اصحاب هلأ اكيد يمكن بأماكن خاصة او ببيوت جديدة يعني كل شيء مغير بالمكان يلي نحنا موجودين فيه نحنا بدنا نحضر الولاد نحنا لوين راحين ونفسر له انه هالمرحلة ممنع فيه حسب كل عائلة هي شو الدرر يلي تعرضت له فإذا الولاد ضروري يعرف هو لوين رايح وانه هو بأمان يعني الاهل عطول عليهم انه يطمنوا الولاد انه نحنا بهالماكان يلي نحنا فيه نحنا بأمان ونحنا موجودين حدك وحضنينك لو حتى ما كنا ببيتنا الأساسي يلي ربيت فيه وتعودت انه تعيش فيه هل ده بده وقت الولاد طيب أقلم؟ معك نشي جديد؟ حسب يعني اذا بديك حسب عمر الولاد وحسب قدراته وحسب قديش هو معود على التغيير لأنه تعرف فيه ولاد بتعيش بسيستام كتير منظم ما معودين أبدا تتغيير نعم فهذا رح تكون صعبة لإله يمكن ياخد عدة أسابيع لحتى يتأقلم ولكن الولاد بيتأقلموا والولاد قدرين انه هني يقاوموا يعني عندهم ريزيستانس جواتهم مشان هيك هني قدرين يكفوا حياتهم أوكي يعني نحنا ما نخاف انه ولادنا أبدا ما رح يطلعوا من صدمتهم أو ما رح يقدروا يتخطوا الولاد بيتخطى وبيتأقلم ولكن أكيد مهم أنه نحنا كمان نقدر نأملنه الدعم النفسي والحضور العائلة المتوازن ضمن إذا بدك الفوضى اللي نحنا من فيها هلأ يعني ضمن التغيير وضمن تغيير المكان وترك البيت والصدمات اللي تلاقيها الولاد قد ما نحنا منقدر ننظم بهالأمكان الجديدة الولد رح يكون أسهله أنه هو يتعاطى مع الموضوع بطريقة أفضل هلأ الأهل الأولاد أكيد هن بطبيعتهم بيسألوا أسئلة كتير وهلأ يمكن عم يسألوا أكتر وأكتر كمانا سؤالات شو صار لا صار ووين رح نصال هلأ الأهل مفروض هيك يجيبون بكل صراحة يحقون الحقيقة يعني مثل ما هي يخبرون أم لا فينا لا صار هيك تعرفي الأهل دايما بيجربوا قدر فيهم يخفوا الحقيقة عن أولادهم نحن عم نحكي عن أولاد يلي تعرضت للصدمة هالولاد هايدي وخاصة يلي عم أنه هي بعمر قادرة تحكي يعني أولاد قادرين يحكوا قادرين يفهم وشو صار نعم هالولد هو بحاجة لأجوبة على أسئلته وبكل مرة الولد بيسألنا شيء نحن لازم نعرف أنه هو متوقع جواب معين لأنه لحتى يسأل سؤال معين معناته هو في براسه جواب ما أوكي فما في داعي نحن نخفي حقيقة هو شايفة أو نكذب على شيء حلق مظبوط هو شايفه ولكن طبعا نحن ما رح نحكي ونفسر بطريقة مخيفة للولد ما رح نعطيه كل التفاصيل يلي عقله ما بيستوعبه ما رح نفوت بأمور يمكن نحن كمان ما منعرفها منظلنا نجرب حسب كل عائلة وحسب كل مبدأ للعيل كل الإنسان عنده بعائلته مبادئ معينة عنده نظرة مختلفة للأمور كل عائلة هي أو كل أهل مفروض يجابوا بجمل بسيطة ومبسطة للولد عن ياللي صار ما رح نخفي حقيقة عن أولاد أشعين شاعين شايفين شا عم بصير وفاهمين شا عم بصير لأنه رح يعتبرون عم نكذب عليهم ورح يقلقوا أكثر سوفا إذا كانوا من الأولاد ياللي أصيبوا نعم أكيد لأنه في كتير أولاد مجروحين صح أو أهلهم نصابوا أو فقدوا أهلهم حسب كمان صح يعني ما فيك يتقبي عليهم ولا شيء أكيد مش هذا المفروض لأنه نحن كمان لما نعلم الولد بالأمور يلي عم تصير حولاه منسهل عليه أنه هو يتعامل مع الواقع بطريقة أفضل يعني نحن عم نخليه يفوت بالمواجهة وعم نخليه يحس بالواقع يلي عم يعيشه بطريقة أفضل ولكن دايماً منجرب نلاقي جمل مبسطة وعقل كل ولد يعني الولد اللي عمره تمانية وتسعة سنين غير الولد اللي عمره أربعة أو خمسة أكيداً هيداً شغلي فهيداً أمر كتير مهم ولكن كمان في بعض الأحيان الأهل عن جد ما عندهم إيجابة يعني ما بيعرفوا ومش عيبة ومش غلط أنه أنا مثلك عن جد ما بعرف يعني نحسس الولد أنه أنا كمان يمكن عم فتش على الجواب وأنا كمان ما عندي ولكن نعطي أجوة بقدر الإمكان مبسطة وعقل الولد ما بيستوعي فينا نرجع لوليد شوي يمكن على حياتهم الطبيعية نقعد نلعب معهم يمكن النسيون يلي صار ولو ما كنا وإما كنا بحيال مكان نجد رودي ببيتنا نرجع نعيش شوي الحياة الروتينية يعني نقوم معهم الصباح نقعد لهم خبرون قصة يمكن نلعب معهم لعبة حتى نظهروا شوي من الأجواء ومظبوط إليت مية بالمية نحن هيدا اللي عم نقوله أنه ضمن الروتين اليومي أكيد أكيد رح يكون فيه لعب مع الولد يعني خاصة الأهل يلي موجودين مع ولدهم بالباق من الأمور اللي كتير مهمة أساساً بحياة الولد أنه تلعب معه وتتواصل معه من خلال اللعب لأنه اللعب رح يساعده يكتسب أمور رح يساعده يتواصل يتعلم وكمان يمكن ببعض أنواع الألعاب يلي هي منسميها الألعاب الجو سمبوليك أو الألعاب الرمزية أو الألعاب البيت بيوت كل هالنوع من الألعاب بساعد الولد أنه يعبر عن مخافه عن تفكيره عن قلقه نحن بدنا يظهر انفعالاته بدنا يظهر تفكيره شو عم بفكر شو عم بحس فكتير مهم أنه نتابع اللعب مع الولد إن كان بألعاب داخلية داخل المنزل أو خارج المنزل يمكن سبوء رياضة اللعب على البناصوار على المراجيحة يلا شيء ممكن متوفر ممكن اللعب بالعناصر الطبيعية خلي نقول تراب رمل ماي يعني كل هالأنواع من الألعاب يلي نحن من رفق الولاد فيها هي كتير جدا مهمة على السعيد اليومي تبقى موجودة للولد ونشاركو فيها الأهل في كتير أهل بترفي أستار إذا كانت نينهم بيشتغلوا أو قد دواماتهم كتير طويلة يعني بيغيبوا عن البيت من عبكرة لعشية أيام يمكن حتى عشية بيضطروا أنه يظهروا أو يسافروا أو شيء بهيد الفترة هل بتنزحيون أنه يضلوا حد أولادهم أكتر يخففوا شوي من هيدا نحن عم نحكي برجع بذكر نحن عم نحكي عن أولاد اللي يتعرضوا لصدمه يعني هالولد صار عنده كتير مخاوف صار عنده كتير قلق صار عنده خوف أكتر من قبل أنه معقولي الأهل ينفقدوا ونحن بنعرف أنه أصلا القلق من الأنفصال ومن أنه ولد يفقد أهله هو موجود أساسا عند الولاد فكيف إذا تعرض لصدمه وشايف ناس حوالي نفقدت أو ضاعت أو تشردت أو توفيت نفضل أكيد نحن بنفضل بعلم النفس أنه نخفف مواقف الافتراق عن أولادنا يعني أنه إذا فينا نوفر على حالنا أنه ما بعرف نتركن لفترة طويلة نتركن مع ناس ما بيعرفون يمكن أوقات أو شو معودين عليهم بنفضل أكيد أنه هالشي ما يصير حاليا أو مع الولد اللي يتعرض لصدمه حاليا نعم أي مطل لازم يتوجهوا عند الطبيب معالج؟ أي عوارد اللي يصير تظهر على الولاد؟ نعم بدل أنه لازم صراحة هلأ نحن بنحكي عن أولاد تعرضت لصدمة كتير كتير كبيرة نحن بنفضل أنه ممكن أغلبية الولاد اللي تعرضت لهالصدمة أنه على القليلين ينعمل إذا بدك متابعة مثل تشيك أب أو يعني ينشيف الولد بكل الحالات ولكن إذا هالشي طبعا منه متوفر للأهل في عوارد كتير فيها تبين على الولاد بتكون من نسبة لإنه هي مثل فلاش أو شي علامة خطر لإنه مثلا ممكن الولد ما ينام أبدا يصير عنده ألأ كتير كبير أنا عم بحكي عن ألأ لعدة أيام مش ألأ مرة وحدة اضطرابات بالنسبة للأكل يعني بطل عنده أبدا شهية على الأكل يوقف أنه يأكل يصير في عدوانية عنده بتصرفاته يصير عنده خوف كبير يمكن من الغربة أو من كل شيح ولا ما يعود بده مثلا يعمل أي شي ممكن يتعلم منه أو يقرأ أو يكتب أو يدرس مخاوف كبيرة أو شعور بالإحباط يعني مثل إنه ما بده يلعب أبدا بده يضلو نايم ما بده يتواصل مع حدا يبينغلق على نفسه طبعا هولي أحد العوارد يلي نحنا منشوفهم يلي أكيد بيستدعي أنه الأهل يعرضوا هالولد على اختصاص بعلم النافس لحتى يشوفوا يعني يعملوا تقييم لحالة الولد ونشوف كيف فينا نساعده يعني طبعا يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله دايما هيك على أتم الاستعداد فعلا أولادنا بعتقد حاجة لمساعدة هلا شكرا إليك إتار مخاهدينا برايك ومن كامل معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر